ترجمة نانسي قنقر بدليل الفقرة السابقة عليها قل ادعو الله او ادعو الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنة والمراد ان يكون الدعاء وسطا بين الجهر الذي يوقظ النائمة ويزعجه او يجر الى الرياء وبين الاسرار الذي لا يسمعه الداعي ويكون اشبه بالهمس غير المفهوم وهذا ما رواه مسلم واخرج البخاري ومسلم ان هذه الاية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة وكان اذا صلى باصحابه ورفع صوته بالقرآن فاذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن انزله ومن جاء به فقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن اصحابك اي اسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وبتغي بين ذلك سبيلا هو بين الجهر والمخافة وهذان السببان اصح ما ورد في نزول الاية وروا احمد وابو داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ليلة بابي بكر وهو يصلي يخفض صوته ومر بعمر وهو يصلي رافع صوته فلما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر مررت بك وانت تصلي تخفض صوتك فقال يا رسول الله قد اسمعت من ناجيك وقال لعمر مررت بك وانت تصلي رافعا صوتك فقال يا رسول الله اوقض الوسنان واطرب الشيطان فقال صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا ولعل هذه الحادثة كانت بعد نزول الآية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرشدهما الى تطبيقها اما الصلاة المفروضة التي يجهر فيها فهي الصبت والجمعة والركعتان الاوليان من المغرب والعشاء والتي يسر فيها ما عدا ذلك وهي الظهر والعصر والركعة الثالثة من المغرب والركعتان الاخيرتان من العشاء والجهر يكون في قراءة الفاتحة وفي السورة او الآية التي تليها اما الاذكار والادعية فيها فهي سرية الا في قنوط الصبح والذي يجهر هو المنفرج وكذا الامام اما المأموم وهو يسر ابدا في قراءته والحكمة في السر في الصلاة ما كان عليه الحال في مكة من ايذاء المشركين لمن كانوا يصلون ويجهرون بالقراءة فيها وكانت الصلاة ركعتين ركعتين فبقيت في السفر على ذلك وزيدت في الحضر والكفار كانوا مشغولين عن المصلين قبل طلوع الشمس لانهم نائمون فبقي الجهر في صلاة الصبح كما كان وكذلك كانوا مشغولين بعد غروب الشمس بالنوم او السهر الخاص فبقي الجهر في المغرب والعشاء كما كان وصلاة الظهر وصلاة العصر في وضح النهار فشرع الشر فيهما خشية ايذاء الكفار اما الجمعة فشرع الصلاتها في المدينة او بعد الهجرة وكان شرعها بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاشعوا الى ذكر الله وذروا البيع والنداء لها وللصلوات الاخرى بالاذان شرع في المدينة على ان كثرة عدد المصلين للجمعة فيها قوة ترهب عدوهم ان ينالهم بسوء كما كان الحال في مكة واذا كان الامن قد استتب في المدينة ولم يعد هناك خوف من المشركين عند الجهر بالقراءة نهارا فان التشريع بقي كما كان تسجيلا لفترة من التاريخ وشكرا لله على النعمة كلما تذكرنا ما كان عليه المسلمون في مكة وما آل اليه الاسلام بعد ذلك من نصر وقوة والله اعلم